كأن صوتهم لم يسمع أو قل إنه محض سحابة صيف أو هكذا يرىها مسؤولون في حكومات متعاقبة هؤلاء المتقاعدون خرجوا أكثر من مرة للمطالبة بحقوقهم والمسألة واضحة وضوح الشمس فالخط الأحمر المتعلق بملف رواتب المتقاعدين ربما تبخر منذ زمن اليوم فورة غضب في البصر أمام ديوان المحافظة للمطالبة باستكمال معاملات المتقاعدين وصرف رواتب توقفت أكثر من عام في السليمانية كذلك تلكأت رواتب المتقاعدين وقبل عام تقريبا تحرك مياه ملف المتقاعدين الراكدة بعد الشيء عندما زار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دائرة التقاعد العامة موجها أنذاك بإيجاد حلول عاجلة لملف متراكم من شكاوي المتقاعدين وما إن غابت الشكوى عادت القضية إلى الواجهة بلداءات لم تأتي بنتيجة تذكر المتقاعدون في العراق ما بين سوء معاملة وفقد أرواح كبار السن الذين كانوا ينتظرون صرف ما يغطي ظروف العيش وتلكأ في ملف تسليم رواتبهم كمكافأة نهاية الخدمة تعود القضية عنوانا رئيسا عند ألف المتقاعدين الذين لا يطالبون سوى باستلام رواتبهم دون تأخير تتزمن أزمة المتقاعدين مع أزمة الانسداد السياسي في البلاد الأمر الذي يقف حائلا بين حقوقهم والتوجه بحلها سيما أن الوقت الرهي لا يبشر بظروف اقتصادية أفضل عند قطاع واسع من العراقيين مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة ترجمة نانسي قنقر